على مدار أكثر من ثمان سنوات المقررين خاصين في الأمور المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان استعرضت العديد من الانتهاكات التي تقوم بها السلطات البحرانية في السجون من ضمنها الحرمان من أبسط الحقوق المعيشية للسجين كحق الطعام وحق النوم والرعاية الصحية والحق في الزيارات التي هي أبسط الحقوق مؤخرا شهدنا ضراب شمل أكثر من ستمية سجين بحراني في السجود نتيجة المعاملة الحاطة للكرامة ونتيجة معاملة السيئة ونتيجة تقلص الحقوق والحريات في السجن النظام البحريني يتكئ في موقفه على دعم السعوري والدعم الإماراتي الذي يخضع إلى سياسة المال السياسي القدر وسياسة البترودولار على المجتمع الدولي هنا في الأمم المتحدة لا نرى أي إدانة لا نرى أي تنفيذ للتوصيات ورغم ذلك البحرين لا زاد عضوة في مجلس حقوق الإنسان من هذه القاعة نطالب مجلس حقوق الإنسان بطرد البحرين من المجلس لأنها لا تتزم بالمعايير الحقوقية ولا تنفذ التوصيات وتخترق المعاهدات ومواثيق الممتحدة اشتركوا في القناة